كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد الهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جوسف بورل الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية في الاتحاد الاوروبي نائب رئيس المفوضية الاوروبية وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين جي توانتي الذي يعقد في جزيرة بالي باندونيسيا بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الامارات والاتحاد الاوروبي وسبل تعزيز افق التعاون المشترك في المجالات كافة واستعرض سموه ومعالي جوسف بورل التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي يشهدها العالم اضافة الى العوامل الجيو سياسية وتأثيرها على تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي كما بحث الجانبان مجملة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها واكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الهيان ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على العمل مع الاتحاد الاوروبي في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية